هنروح لأخبارنا هنبتدي كما تعودنا بكورة اليد وكورة اليد النهاردة لها حديث يعلو فوق صوت منتخب مصر اللي بيلعب في بولندا ضمن المجموعة السبعة لعب مباراة من يومين مع كرواتيا احنا لعبنا كرواتيا قبل كده خمس مرات ما كسبناهمش ولا مرة استطاع المنتخب المصري ان يفوز على كرواتيا في مباراة يعني ممكن تكسب فرق جون فرق جونين انما عشان تكسب باللسكور ده وتكسب بالشكل حلو ده لا انت لازم تفخر كمصري ان انت عندك منتخب في كورة اليد بهذا الشكل والاستمرارية في الاداء المصري خلص فرق تسع احداث واحد وتلاتين اتنين وعشرين ونفرح كمان اكتر ان في ست لاعبين النادي الاهلي من النادي الاهلي بيشاركوا في قوام المنتخب طبعا المدير الفني روبرتو جارسيا الحقيقة اللي عمل تاريخ كبير جدا مع منتخب مصري وحاضر كمان الشوت الاول كان خلص 16-12 الشوت التاني خلص النتيجة زي ما قلت لحضراتكم 21-22 اداء رائع الجوال كيبر كويسة علي زين خد مأني زا ماتش انا مش عايزة انسحد كل اللعيب هيلة محسن رمضان النهاردة حطت سبع اهداف عندك دودو عندك سند انا مش عايزة ويحيى الدرع وسيف الدرع انا مش عايزة انسحد احنا بينا حفظين لعيب كورة اليد بالمثل زي با لعيب كورة القدر النهاردة لعبتنا بتلعب في احسن الدورات في اوروبا طبعا كل ده وإحنا مفتقدين جهود مين يحيى خالد يحيى خالد من افضل لعيب العالم روباط صليبي ما بيلعبش النهاردة انت بتعمل جيد جديد النهاردة احمد اللاحمر ما بيلعبش لعيبة كتير جدا زغارين النهاردة ماتش المغرب اتفرجت على شوت الاول قبل مطلع مستر جاريسيا عمل روتيشن عماتش المغرب عمل روتيشن نتيجة دولة 22-14 فرق 8 اهداف والنتيجة واللعب شغال في شوت التالي النهاردة لما نلاقي النهاردة انت بادئ بالتشكيل بتاعك في الملعب مش الاساسيين والحمد لله بتفوز على المغرب بشكل لا النهاردة منتخبك يعني منتخب حلو كنت بتكلم مع زميلي كنا زمان بنعتمد في المنتخب مصر على 1-2-3 كويسين النهاردة عندك تنوع الوينجات بتلعب الباك رايت والباك ليفت بلعبه السنترهافت دايرة الدفاع عندك في كل مكان لعبه 2-3 واعمار سنية النهاردة مهاب مهاب النهاردة عمل مطش كبير جدا مطش المغرب وقابله يعني اصدقلك عندك جيل بيطلع بقى اللي هو كان جيل الشباب وجيل الناشئين اللي خدوا كاس عالم وتارت عالم النهاردة هو اللي بيشيل الحقيقة كرة اليد في حتة تانية في كصة تانية في حدوتة تانية خالص بالاتحاد اللي بيدير الموضوع من 20-30 سنة بنفس السياسات والهدف هو مصلحة مصر ومنتخبات مصر لأ النهاردة لازم الدراسة دي تتعمل لازم نشوف ايه الوضع لازم نشوف ليه ما عندناش منتخبات زي كرة اليد طب ما هو نفس اللعيبة طب ما هو نفس السيستم طب ما هو مش لا مش نفس السيستم انا قصد نفس اللعيبة يعني نفس القاعدة اللي انت بتختار منها ايه الفرق بين السلة مسلا واليد ايه الفرق بين الطائرة واليد ليه ما عندناش منتخبات عالمية لازم التجربة دي تتحلل وتتدير الصح ويبقى فيها يعني دراسة متأنية عشان تتطبع على كل اتحادات وانا برضو عايز يعني أشيد كمان بالروح النهاردة المنتخب بيلعب عشان يمتع الشعب المصر بيمتعوا الشعب المصر مطش كروتيا ده هيدخلنا الدور اللي بقى ان شاء الله نكسب المغرب زي قلتوا حضراتكم فرق تامن هداف وان شاء الله نكسب أمريكا وهنطلع الدور اللي بعد كده انت طالع بنقطك فانت طالع أول فما بالك بقى انت لو طالع أول وربنا كرمك في الثلاث مطشات اللي في الدور اللي بعد كده نظام البطولة 32 فرقة هيخرج مجموعة يطلع 24 يتقسموا على ست مجموعات كل مجموعة 4 ياخد أول وثاني دور الثماني فانت هتطلع على دور ال24 معاك نقطك وهتلعب هترد على مجموعة من المجموعات تلعب الثلاث فرقة اللي هناك فدلوقتي انت لما تطلع كروتيا عندها مشكلة كروتيا ما عندهاش اوبشن تخسر مطش في اللي جاية فيه طيب مين طريقنا في دور الثمانية طريقنا السويد بس احنا طريقنا السويد بس ان شاء الله احسن الخيارات طالما انت بعيد عن فرنسا كروتيا خلاص كسبتها طالما بعيد عن فرنسا والسويد فانت ان شاء الله في المنطقة الدافية ممكن ان شاء الله نعمل اي نعم هيبقى ملعب السويد وجمهورها ولكن منتخب مصر ما بقاش خلاص كلها اللي عيبة بتلعب في أوروبا بلعبه في اي أجوة فالحقيقة ما عليش طولت في منتخب مصر في كرة الياد دي لو انا يستحقه طيب من الستة بتوعنادي الاهلي اللي بيشاركوا مع المنتخب عندنا عبد الرحمن حميد احمد خير ومحصر رمضان مهاب سعيد ابراهيم المصري احمد عاد والستة بيلعب والستة ليهم دور وستة بيشاركوا انا شايف يعني عادل عامل مطش حلو جدا كرواتيا عندك ابراهيم المصري ساخرة الدفاع مهاب سعيد ما شاء الله عليه محصر رمضان في مفاجأة سبع تصويبات المطش اللي فات حاطتهم السبع يعني نسبة تصويب 100% ودي ما بتحصلش كل شوطة شاطع على المرمى بجون محصر رمضان عامل فورما كويسة جدا السيستم كويس يارب يكمله ونفسنا في مديليا دهب ليه ما نحلمش مع المنتخب ده لازم نحلم لازم نروح لأبعد نقطة ليه ما ناخدش أول عالم يقدروا والمنتخب المصري بيحظى باحترام الجميع